اشتركوا في القناة ويكون أن تلتفت إليهم الحكومات المتعاقبة مخيمات النزح في العراق تفتقر إلى أبسط المستلزمات الضرورية بحسب منظمة إنهاء الإفلات من العقاب التي ذكرت أن الأسابيع المقبلة تنذر بمزيد من العواصف الثلجية وموجات البرد التي يمكن أن تهدد حياة الآلث من النازحين ولسيما أن تلك الظروف أدت إلى موت العديد منهم في الأيام القليلة الماضية النازحون في مخيم بزيبيز بمحافظة الأنبار قالوا إن معاناتهم قد تفاقمت بسبب موجة البرد والسقيع والإهمال الحكومي المستمر وإن أي من المسؤولين الحكومين لم يزغي إلى مناشداتهم العديدة في ظل هذا التقص القاسي وزارة الهجرة الحالية أقرت بوجود تلكء في ملف النازحين الذين بلغت أعدادهم نحو مليون ومئتي ألف شخص في العراق ما زالوا في مخيمات النزوح أو في حالة نزوح عكسي لأسباب تتعلق بعودة فاشلة إذ يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية ولسيما مع قدوم فصل الشتاء من جراء إهمال السلطات الحكومية على وفق منظمة الهجرة الدولية ودع المثاق الوطني العراقي شوخ العشار العراقية وخطباء المساجد وأبناء الشعب إلى إطلاق حملات عاجلة لإغاثة النازحين بعد أن تخلى عنهم المسؤولون وأحزاب السلطة وذكر أن مخيمات النزوح تشهد أوضاعا كارثية منذ عدة سنوات مؤكدا أن الحل الحقيقي للنازحين هو تعويضهم وبناء منازلهم وإعادتهم إلى مناطقهم بعد أن طردتهم الميليشيات منها وتداول ناشطون على منصة تويتر واسم أنقذ النازحين من البرد بالتزامن مع سوء التقصي والبرد الشديد وانتقد الناشطون في تغريداتهم تقصير الحكومة إزال أزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها النازحون مؤكدين أن السلطات الحكومية تتجهل الأزمة وتتعامل معها من دون اكتراث أوضاع النازحين في العراق تكشف عن معاناة مأساوية من جراء الإهمال الحكومي في السنوات الماضية الذي تفاقم مؤخرا مع سوء الأحوال الجوية وفقا لمركز جناف الدولي للعدالة الذي طالب المنظمات الدولية بتقديم كل ما يمكن تقديمه لتخفيف المخاطر عن النازحين وأن يعمل المجتمع الدولي بكل طاقاته من أجل وضع نهاية لتنامي دور الميليشيات في العراق ومحاسبة قادتها والدول التي تدعمها بسبب مساهمتها بتهجير الملايين من الأبرياء ومنعهم من العودة إلى مناطقهم